السلام عليكم درسي بديني دروس أدو الهيستريكتور شرحنا مرة اللي فاتت الأدوات دي اللي بنرسم بها الأشكال نشرح مراضي الأدوات المفتوحة اللي بنرسم بها ورده أشكال بس أشكال مفتوحة إلا كانت أشكال كلها أشكال مفتوحة هم هي الخانة دي تدب أول أعداء أول الأعداء معنا هي علاة اللايب هم لو دوس بيفتح البقنات بقدر الحكام الخط اللي انت هستعمله قد دي هنا بقول لي عايز تزاوي كمير قد دي يعمل كده 45 يعمل كده يعمل مصان صفر في اللايين يعني خليه يتلون تعامل معزينه كده تلون مرة حاجة نعمل يعمل بالشكل ده غط فأنا برضى لو جيت فتحت البناء الثاني زبطت اعداءاته تمام دوس تينة هيفتح البناء الثاني هيفتح البناء الثاني هيفتح البناء الثاني هادر حرك كده هادر امده هادر اميده هادر اميده هادر اميده جميعا المهتفين إنه فيه هنا نفذة بلاحظ حاجتين لما بدغل double click بيفتح للبناء اللي فيه النافذة دي دي بيقولي الشكل بتاعي بعامل ازاي دوافتها ودغط double click بيفتح للنافذة دي بس ما فيش فيها ايه الشكل اللي كانت في الاول او النافذة اللي كانت في الاول موجودة فيها دي برضو دي تعتبر مشكلة ودوس double click وشتغل على الجهاز هنا بيقولي طول محور X قد دي طول محور Y كميم بيحور يفس الوهدى بيحور وين الوهدى بيقولي اخي عايزه شكل مغلق ولا شكل مفتوح مثلا مهين بتوطي تنقل فون تباير النقط بتاعت الشكل الشكل بتاعك عايزه بعمل ازاي حدا ما تلاعي الشكل المفتوح انك عايزه هنا الاسلوب اللي هو الميل ده ما تشايف الميل هنا طبعا قلنا شكل مغلق او مفتوح كده شكل مغلق كده شكل مفتوح هنا هيروه جام واصلخ بس يدروح حتى دي من الوهد خط شمد يبقى بتلونه بس كده نعملتها اوبن ده ما هشايفين هم هنا عشان الفيل اللي اعملوا مهم لكن الفيل لو عملته اي لون تاني هيروه احمر هيروه احمر ما عفلش الشكل لكن لما يقول له بيقفل للشكل هنا اقول لك عايز القاعدة تاعت الشكل ده وطبع على محوريه او على متلات محوريه هنا محوريكس هيروه احمر كسه بس وهنا الاسلوب زي ما هنا اللي هو الميل بتاع الكيرب وهنا فيل لو عايزه بتلون اللون ده او لأ فيش حاجة تانية يجي للأداة لما درس كليك واسحة يعمل الشكل اللي هو زي اللي كان ظاهر ليه بيزوج سهل من فوق سهل تحت زي ما انتشاف بيقليل الاسلوب او بيزوج للاسلوب لكن خلي بالك الحد الاقصى باسلوب اللي هو ايه مية ساهمين مية وساهمين شمال مش حاجة معاية تقعد تجرب تيب تشوف عشان نتنسيش الحاجات تتنسي بسرعة انا ما تشايفين انه كان الشكل بتاعه وعايزه اعمل كده حالت زي ما احنا عارفين بيوم الدين من الاتجاهين شفت بسبت الاتجاه اللي انا بكبر وصور منه شفت زي ما احنا شايفين شفت وامت شفت وامت وكبر جميع الاتجاهات تمام انا كان بالنسبة ايه للاتجاه دي شايفين في الشكل الحلزوني بيبتدي اثر للشكل الحلزوني يشيل الحاجات يمنم مثلا ايه خليلي مثلا من هنا الهنا لما زود يعني دي كاي يجيب ليه الشكل بالشكل دوت يأثروا وهكذا هنا التأسمات مثل الشكل يعني التأسمات يعني مثلا الشكل زي كده يتقسم على كانجوز عشر اجزاء عشان نتوضح اكتر ندرس اوكي نعمل حاجة بالشكل ده كده نزوم كده بالشكل شوف التأسيمات التأسيمات من النقطة الزائبي لحد النقطة الزائبي كده تأسيم كده سيجمة واحد اللي انت قد شايفها من شوية اتنين واحد نعد كده اتنين تلاتة اربعة امسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده ايه عشر تأسمات تمام نشيل الشكل ده كده 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 لما بتبع مرة من نسبة ثمانية في المية لو خليتها مية في المية هيديني الدايرة الكبيرة دي بس زي ما هم شايفين مهنكو تعمل ممزئيه من سجمة تمام زي ما هم شايفين السماء على كم سجمة اربعة وهنا لو قمت بتاع اللي قيمة اللي هي خمسة في المية هيديني هذي هو قص وير كده زي ما هم شايفين طبعما عشان عمل زوم فبين ان هو كبير لكن اللي عملت زوم اول زي ما انت شايف ده قص اللي هو هدو نشيله هنا الريدياس اللي هو الريدياس الكبير لو عايزه يوضحك اكتر خلي الدكي هنا مية نشوف الريدياس اكبر ريدياس هيا ده قص ده نصوب قطق اللي شي لي هنا السيكمان نقول ونديكي ونديه نفضل خليه حدواني في المية ممزئ يخليها حدوه خمسة في المئة هنا تدعم اللي هي في الشكل تفاصيل عالي ازاي لو هر صلينا تفاصيل عالي تفاصيل عالي امسبة شاول امسبة تفاصيل ق j نظام نظام شئ ral بحسب a o نفس الفكرة انه بشكل مصرر الشكل ده نفس المغلو اسم عكوس اه اذا كان بالنسبة للأدادة اكثر المصاردة هون المصاردة هون المصاردة هون المصاردة ندوس على أدادة ضغل كريك و افتح البانر وهذا أداة مهمة لنوع الماضي نفس الموضوع أيضا هو المربعات يجعل الشكل كده كده يجب أن نقلق ونلاقي الشكل ما نشاهدنا في الشرح الأداتين دول الأدات دي مش مهمة وهنا لأن الشكل أصلا بضيع ويجب أن نقلق ونقلق بشكل ربع لنطلق فلا تحتاجها مش تحتاج عاصر هوروزنتل ديفايدر هو التأسيم الخطوط اللي هتأسيم نعمل بس شكل عشان نشرح عليه نعمل بس شكل عشي نعمل بس شكل عشي نعمل بس شكل عشي العرد الهيط الارتفاع إذا أرتفع الارتفاع الهوروزنتل ديفايدر هم دول هتنين اقاسف اللمه الافقيين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تقول لي هنا مكتوب عشرة وهنا دول اتناشر لأ همها ام عشرة واحد اتنين لحد اتنين لحد عشرة دول تبدولي هنا عندك اوبشن اسمه او او اوتسايد ريكتانجل ازافري يعني استخدميه من اول هنا لحد هنا تاني يعني هيمشي ده كله كفريب يعني ندول كلهم في طبقة واحدة تمام؟ هنا في الجريد لو انت شلت الاوبشن ده الاوبشن ده مش هشتغل معي لأي الاوبشن ده بيعمل فيل لالريكتانجل ده الكبير اللي هو ده تمام؟ اللي هو متحدد بدا ودا تمام؟ هو بعمل فيل فانت لو ما فعلتش دوت ما بيحط لكش دول في طبقة واحدة فهمتقدرش تعملون فيل تمام؟ هنا طبعا اللهم الخمسة دول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما بيعسبش برضو دول معي بلن ندول طبع الفريم الفريم اللوي في الاوب تمام؟ هنا عندنا طبعا العدد هنا ايه بقى دي؟ دي مش مهمة دي مش مهمة دي مش مهمة دي بيعمل لك زي ضغط كده على الشكل او سحب الشكل في اتجاه لفوق او لتحت يعني مثلا بتقول لك ايه بقولك انا هيسحب لك الشكل دول او يعمل لك زي انضغاط لفوق ولا لتحت مثلا لو عملتها كده هيعمل ايه؟ عش هبدا علينا على الهوريزونتال اللي هما دول هتلاقي دول بيزيدوا كده دول مثلا المسافة دي هتزيد دي هتزيد هتزيد على حساب ملع حساب اللي فوق تمام؟ هتزيد بنسبة على حساب اللي فوق هتلاقي دول تدخل وكده في بعض والدهيق وكده جان من بعض نقول له اوكي نضغط هنا في ايه مكان نقول له اوكي تاني نشيل دول عشان نشوف ده بص دول دول من هنا نزود دول من هنا ليه اللي ناخد نزود نسبة يعني الطوب يزيد بالنسبة دي على حساب اللي تحت نعم بلا اه اغرأت نسبة البطن هاي كده هاي ما احنا شايفين هاي ما ارتشاف ما ايه في البطن دول دول هاي ما ارتشاف و ايه اغرأت نسبة البطن ما بتستخدمه نسبة البطن يجب ان تقوم بحيط يدخل بطن هنا نضينا طبعا كل واحد من دول كل مسائل وخط من دول هو دراسحاب وودي الواحد وكلف جمع تمام منفصلين هو عبارة عن جروب مجمع لكل دول في هيرات منفصل نشيل ده نعمل واحدة جديدة هنبدأ فعله مش هتلاحز اختلاف الاختلاف هنا خص نسل كده تحت ده يلي ده خفيها كده خص فريم ده اختفى اقدر اتدلو لغم تلون كده نعم نشير اجول بدوت تلون كده عملت فل غير دي مش هتدين فل ده كان بنسبة شرح لها دي دي نفس الفكرة بس على الدواير هنا بقول لي اه الدواير يعني الخطوط اللي هتقسم الدواير بيعمل برضو شكل نعمل الشكل عمنا نعمل 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 نفس الفكرة ان هدول كلهم محجرة عن جروب بيحتوى على جروبين كل حاجة متفصلة عن التانية فحيعمل في اللي ايه؟ فيش حاجة يتعمل لها في اللي نشيل الجروب ده تمام؟ نعم؟ 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 المصري الدوائر كلها، مش الخطوط لا الخطوط ده بتبقى متفصلة لا الدوائر كلها ي검أ لها في لاير واحدة بس لاير واحدة مش جروب واحدة ده هي كده بلاي قليلا بس الى فعلى دي بس دي. ممكن اجي على دول. ونشدر عشان الميه. تطوت. نعمل لها ستروك. تمام. دي كان بالنسبة لي شرح الادوات دي. طيح. في حاجة تقريبا بسيط طاولة هنا. نشيل بس ضغوب دي. هنا هنا. نفس الكلام ايه بتاع الاليبس. وكلام دول. شفت. اشتغل نظام دايرة. قلت تكبر من جمالي اتجاهات. شفت قول. دايرة. قلت تكبر من جمالي اتجاهات. تكبر بش من جنب واحد. تكبر بش من جنب واحد. ساهم ايه يزود للخطوط. ساهم مش مال ينقص. تكبر من جنب الشرح للعدادين. تقريبا بسيط طاولة جزيادة هنا. طبعا احنا عملنا كده شكل ما فيش اي تحكم فيه لا خلينا بقى نعمله من البداية دا ما احشاجنا اضغط وصحب ازودنا الخطوط الوفقية نقصة من شمال الخطوط الرأسية نبس الكلام شفت برضو اشتغل نظام مربع قلت يجبار من جمال التجهات دا ما احشاجه بس دا كان النسبة دي شرح الادوات المسطوحة نحظنا احنا نحتمى شغل موضوع التلوين والستروك والحاجتين دي لها شرح المسطول لها بانة تشتغل عليها عشان تفهمها اكتر عشان تعرف تتعامل بها ازاي لان الموضوع اش موضوع لون انت بتيجي تضيفه لو موضوع موضوع لون كنت قلت لك في اي شرح درس وخراس لان مش لون دا انا بتشوف الحاجات جاهزة البرنينة تجاهزية لكن هتعلم بعد كده الالوان اللي هعلى ايه الشروحات اللي واعطاء زي ما انت شايف هنا يعني دي بانة للالوان وهنا وهنا هنا برضو عندك color stems بتحملها من عن نت وانا عندي switches يعني انت شايف يعني زي مكتبة انت لما احطط لك فيها كله احنا انت عايزها دي رتعمل الالوان من عندك وهكذا هناك هنا الفرش والهدات دي هتقعد بقى في المهند طويل في البرنينة فيما الله الالوان والدلوين والجريديانت والباترين على انت بالله اشتركوا في القناة ان شاء الله